حياكم الله ويارب تكونون بأحسن حال كانت يوم أمس هناك مكالمة هاتفية بين رئيسة وزراء الدنمارك ميرف خليكسن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو طبعا الاتصال لم يكن لا للتهاني ولا للتبريكات ولا حتى أي دعم أو إدانة هذا أن وجدت لكن كان الغرض منه هو تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الإسرائيلية بالتلقيح الجماعي للمواطنين الإسرائيليين والذي وصفته رئيسة الوزراء بالناجحة هنا أود أن أذكر نقطة نظام لأن الذي تابع أخبار في الأسابيع القليلة الماضية يعرف أن نتنياهو هذا قد دعا شعبه للتغلب على الخوف والشك من التطعيمات حيث أنه أصبح أول مواطن يتلقى لقاح فيروس كورونا وكان ذلك يوم السبت التاسع عشر من ديسمبر واستطاعت حكومة نتنياهو أن تلقح مع نسبته خمس الشعب يعني نسبة جدا كبيرة ومن خلال أسابيع قصيرة وهذا يفسر لنا سبب اتصال رئيسة الوزراء الدنماركية برئيس الوزراء الإسرائيلي وضافت رئيسة الوزراء وحسب وصفها أن إسرائيل لديها أكثر برنامج تلقيح جماعي ذو فعالية لذلك اتكلمنا واستفدنا من الخبرات ومن المهم أن نأخذ ونعرف كل التفاصيل وذكرت كذلك أن نتوجه الحكومة صريح ومختصرة مع أن يصل اللقاح إلى الأراضي الدنماركية حتى نشرع باستخدامه وهدفنا تلقيح 100 ألف مواطن دنماركي يوميا عند توفر اللقاح الكافي رئيس الوزراء ذكرت كذلك أن جميع العالم عيونه الآن على اللقاح وأضافت أنه نحن الآن في صراع مع الزمن واليوم وقصدها كان يوم أمس أن المفوضية الأوروبية أقرت ووافقت على استخدام اللقاح موديرنا وهذا أمر مبشر وقالت ميرف خيكسن كذلك أن أملنا المستمر كبير باللقاح لنعيش حياتنا بلا قيود كورونا وسيمضي وقت طويل قبل أن نحصل ونطعم العدد الكافي من المواطنين هنا في البلاد وأضافت أن الأشهر القادمة ستكون الأصعب لكن اليوم قد أقيدت شمعة إضافية طبعا هذا أكيد في إشارة منها لللقاح الجديد الذي تمت الموافق عليه من قبل المفوضية الأوروبية للمزيد من أخبار الدنمارك وأمور مجتمعها وأحوال ناسه ما عليك سوى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس نلتقي على الخير وحياكم الله اشتركوا في القناة